خسارة مؤثرة تلقاها تنظيم داعش في سوريا قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف من فصائل كردية وبعض القوى العربية سيطرت على ست شرين على نهر الفراد في ريف حلب الشمالي الشرقية من ايدي التنظيم بعد معارك شرسة استمرت عدة ايام وتمكنت القوات باغطاء جوي تؤمنه طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن من السيطرة ايضا على سبع قرى على طول الضفة الشرقية لنهر الفراد العقيد طلال سلو المتحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية قال ان التقدم السريع خلال الليل لالاف من مقاتل التحالف مكنهم من انتزاع السيطرة على السد بعد مقتل العشرات من مقاتل التنظيم في هذه المعارك مشيرا الى ان الاشتباكات مستمرة على الجهة الغربية من السد الخطوة تعتبر هامة لقطع طريق امداد رئيسي لتنظيم داعش كما ان السد يزود مناطق يسيطر عليها داعش بالطاقة ويبعد 22 كم عن الرقة معقل التنظيم الرئيسي في سوريا عماد الدين همام العربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة